واحدة مش كفاية. التعاطف واحده مش كفاية. لازم انك انت تعمل اللي حمله اللي اسماعيل مبارك. في كل الاحوال في كل الاحوال الزمانك يستحق البطول. والاهلي لا يستحق البطول. ليه بقى? لان انت اللي فرطت بايدك. انت داخل الدوري تلعب مؤجلاتك ولو كسبتهم يبقى فارق اربعة نقاط لك. يبقى انت النهاردة تخسر ستة نقاط وتبقى انت اللي متأخر بنقطتين? وما تشط ضيع منك. في الوقت بدل تضيع سواء البنك الاهلي او او بيرامدز? طبعا انا بكالك بكل امانة. الاهلي هو من خسر الدوري. وانا قلت الكم ده قبل كده. قلت تخدم نفسك بنفس لا تنتظر خدمة من المنجة. ولا تنتظر خدمة من من اقدام الاخرين. تخدم نفسك بنفسك ربنا يكرمك وينصور ويوفق. فالمنجة بصراحة عملتها. والزمالك يستحق الدوري. والاهلي هو من خسر الدوري. لايك وشير وصلي على الزين. ودعي نفسك والوالدين والغير. وهو عتنسى تعمل النجوم على الصفحة كده بحيث الدنيا ترفرش كده معان. طيب. عاوز اتكلم عن الرسالة الجميلة اللي قالها سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم في افطاره مع الاسرة المصرية. ولما سألوا انت اهلاوة لزمالكاوي. قالك انا مصراوي. وانا احنا مش عايزين رئيسي باهلاوي او زمالكاوي. عاوزونه يبقى مصراوي ينتمي الى هذا الوطن العظيم ويعمل كل هذه الانجازات. لا يجب ان نبحث ابدا عن نفتش في نواية الرئيس السيسي من هو وزير دفاعه من قبل ما هو وزير دفاع. معروف انه مش متابع الكرة ومالوش في الكرة لكنه راجل رياضي ومستمتع بممارسة الرياضة ودعوه والمشي وركوب الدراجات ولعبه للكاراتيه واهتمامه قبل كده بالابطال الولمبيين وبمنتخب كرة اليد. احنا عاوزين نمارس الرياضة. فرئيس الجمهورية توقف عند جزئية مهمة جدا وهي التعاصب. كلنا عاوزين حرب التعاصب. اول خطوة في محاربة التعاصب هي حرص المسئولين في الاندية على محاربة التعاصب. عاوزين حرب البيانات بين الاندية الكبيرة تتوقف. عاوزين زيارات متبادلة بين الاندية الكبيرة الاهل والزمالك. عاوزين الاعلاميين ما يبقاش فيه اعلاميين من الاهل بيتطولوا على الزمالك ولا زمالكوية بيتطولوا على الاهل. عاوزين روح من الرقي من الروح الرياضية. الرياضة زي ما قالك بارتان مؤسس الحركة الولمبية في العصر الحديث هي الكفاح بشرف من اجل الفوز. الرياضة بتعمق قيمة واعماله. بتعمق قيمة اه اه واسعه. اي وكيه حتى في حقتك العامة تجتهد. ليس عليك ادراك النجاح. عليك ان تعمل وليس عليك ادراك النجاح. سبحانه قال واسعه في مناكبها واكله من رزقك. اجري وخد بالاسباب. خد بالاسباب. والرياضة انت بتكافح من اجل الفوز. لكن ربنا منح بعض الناس اه اه ميزات نسبية. في بعض الالعاب الفردية. زي الالعاب القوة. زي الالعاب النزلية. زي السباحة. خلاص وربنا مديله بنية جسدية تتناسب مع هزا الامور. وانت بتلعب اه سباحة. بتلعب اي لعبة. بتبقى انت بتعمل ارقام قياسية كبيرة. ازا على الجميع ان يهدأ. وعلينا كلنا ان احنا نحارب التعصب. ونحارب اثارة الفتن. وعلى ادارات الاندية. على ادارات الاندية. ان تبدأ بنفسها. انا بتكلم بكل ما جيش تقول لي اعلامي. انت بتعمل. ما هو الاعلامي ده تبع ليك. ما هو الاعلامي ده. لما يشوفك انت بتعمل الفعل الاجابي هيقلدك. سواء اهلاوي او زمالكاوي. سواء قناتك او قناة الغير. ولايك وشير وصلي عزين. طيب. اليوم اعلن الكابتن حسام البدري. اسماء المحترفين الخمسة اللي هيجوا. اه اه للمنتخب في مباراتي انجولا والجابون. وتم مراسلتهم وهم اسطورة مصر محمد صلاح اللي عمل جنس ريكورد مبارح. بيسجل في الافتتاحية الدوري للمرة الخمسة على التوالي. مسجل جون وعمل اتنين اسست ومشرف مصر. اه اه محمد صلاح. واستدعاء محمد النيني نجم ارسنل. واحمد حجازي من التحق جدة. مصطفى محمد من جلطة سراي. واحمد حسن كوكا. دول الخمسة اللي استدعاهم مصر حسام البدري. للمباراتي انجولا والجابون. ومعسكر المنتخب يبدأ في 23 بازن الله 28 الجاري. 28 الجاري. وهنلعب انجولا والجابون في تصفية كاس العالم. وعلينا ان احنا نبدأ نهتم بهذا الامر. لايك وشير وصلي عزين. اليوم وقع النادي الاهلي عقدا مع الاسباني اوجستي لتدريب كرة السلة. ده كان المدرب السابق لنادي الزمال. وهيجي يقولك انت خدت مدرب الزمالك. يا عام ده انت جيبت ده هو مش من عندك. وانت جيبته مدرب. والاهلي راح راح تعقد معاه. فانت هنا ما تجيش بقى تقول ده الاهلي خطى في المدرب. طبعا نقول بقى كارتيرون كان في الاهلي وانت. لا. اي مدرب طالما عقده انتهى مع اي فرقة من حق الاخر التعقد معاه. والزمالك جاب مدرب برضو عظيم وله تاريخ كبير. اه اه اوجستي اه 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 تعاقد لمدة موسمين. ولتدريب النادي الاه. الامر الاخر ان اه اه قلتلكوا قبل كده على عمر كمان عبدالواحد. وان الزمالك بيفوض وان الزمالك يرغب في الحصول على خدماته. عمر كمان عبدالواحد سيكون حديث الصباح والمساء خلال الايام المقبلة. بتوقيعه لنادي الزمالك. اه عاوز اقولك على حاجة حصلت اه اه قرار يجب انوحيين. قرار مهم وقرار تاريخي. يجب تحييته وتقديره واحترام. وهو قرار اللجنة الاولمبية باعادة الانتخابات في الاتحادات اللي سرقت الانتخابات. بتقول يا عم الحج بقولك كده. بعض الناس عملوا انتخابات في خلصة من الزمن ورتبوا مع الجماعات العمية. ومرة واحدة طلعوا لسانهم للمجتمع المصري كله. احنا عادين على الكراسي مش ماشية. وكادش لسه دور اولمبية تلعب. الاعلام المصري رفض هذا الامر. والدولة المصرية رفضت هذا الامر. وبالتالي اجبروا اللجنة الاولمبية المصرية على تصحيح الاوضاع. فقال لك كل الجماعات اللي تعملت قبل كده دي لن تعتمد. ونعمل جماعات عمية جديدة وتتغير الوجوه. هي ليه الناس عايزة تنقعد على الكراسي لحد ما تموت. ما تقعد على الكرسي دورة وتصيب دور داربع سنين ما نجحتش غيرك ييجي. لكن كل واحد تنقعد على كرسي بتاعه مدى الحياة ويفاشل بهذا الشكل لا يروح. فبالتالي اعادوا الانتخابات في بعض الاتحادات. وصدر بيام اللجنة الاولمبية الف اطار. من سعي اللجنة الاولمبية المصرية اللي يتحرر الاسوء والعمل على اسكاء روح المنافسة. وتوسع الدائرة المشركة في انتخابات الاتحادات الرياضية. فقد خلصت لجنة الاولمبية تقديرا لكل الاعتبارات السابقة. وغيرها. الى ايقاف انعقاد الجماعة الاممية للاتحاد الرياضية. سواء لا تحسمت مقاعد مجلس الادارة فيها بالتسكية. او لا تتجرى بها الانتخابات لاختيار مجالس ادارتها. وببناء على تقرر اقرار جدول زمني. لبدء وصريان اجراءات جديدة لانعقاد الجماعة الاممية للاتحاد الرياضية. بدء من يوم السبب تمانية عشرين تمانية. هيستتم ادعو الانتخابات والتحباب الترشح لمجالس الادارات وذلك لمدة سبعة ايام. محدش يعمل انتخابات سرقة. ولا خلصة. لا. لازم يبقى الانتخابات كل الناس عارفها. مرتضة هيرجع. والله مرتضة ما يبني ممنوع من الانتخابات. الا بعد انتهاء موضوع المخالفات اللي هي تحولت للنياب. لهو راح النيابة وتحقق معاه. والنيابة برأيته يبقى بالحق ينزل. لكن هو ايه? هما مشوا ليه? لوجود مخالفات. هل حق حسمت للمخالفات? ما حسمت. لما تحسم هيتحدد له حق النزول ولا مش حق النزول. حتى تحسم ليس لهو حق النزول. لهو ولا مجلس ادارته. لهو ولا مجلس ادارته. الزمالك احسن فريق في مصر. ميشيل. لا اقول اسمك. ميشيل فارس. ميشيل بص انت راجل زمالكي او من حقك تفرح بالدورة. باقي اربع اسابيع بس انا بقولك كده ما حدش يوقف الزمالك. خلاص حدش يوقف الزمال. وبعد ما المنجة مبارح اه طلع طعمها ميزس كده ومش حلوة ما حدش يوقف الزمال. لا حيوقفوا دجلة ولا حيوقفوا سراميكة ولا حيوقفوا البنك الاهلي ولا خلاص. مطش خلص. ما انا قلت يا بو زياد مطش مبارح اه اه كان طعم وحش. المنجة كان طعمها وحش. ليس الاداء الذي رأيناه امام النادي الاهلي وليس القوة. بن شرقي هيجدد ولا ايه? بن شرقي فيه صدام بينه وبين قدارة ناد الزمالك. كشفت عنه وسائل الاعلام المغربية. يا انكل ليه مش عاوز تتكلم عن التفويت. نصب انت كل اللي انا بقوله ده ولسه بتسألني ليه مش عاوز هتكلم. بقولك الاداء كان رومانسي. عايزنا اقولك ايه? بقولك شلونجو سابق قدامه مفتوح. قال والله ما سجله. ازاي نخرج عن عن الاجماع. وام رجع الكرة وراء. دمتم في امان الله. سلام عليكم.